تدعو روسيا وسوريا الناس إلى العودة لجذب التمويل لإعادة الإعمار لكن كما هو الحال دائما مع الحكومة السورية فإن الواقع مختلف تماما تحت الستار قانون حقوق الملكية سيء السمعة تمنع الحكومة السورية في الواقع السكان من العودة ساعة قليلة فصلت هذا التصريح عما نقله يان إيغلاند مستشار الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية عن مسؤولنا روسيا أن نظام الأسد سحب القانون رقم عشر الذي سبق وأعلنت أربعون دولة عربية وأوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان قلقها من تداعياته فيما التزم نظام الأسد وإعلامه الصمت حيال ما أورده المسؤول الأممي ولم يعلن عن أي موقف حيال القانون مجددا واكتفى الإعلام الروسي بسرد التصريح دون أي تعليق إضافي عليه القانون الذي أثير حوله جدل واسع أصدرته حكومة النظام في الثاني من نيسان الماضي ووقع عليه رأس النظام بشار الأسد تزمن مع فرض اتفاقية التهجير في ريف دمشق والغطة الشرقية وفي ظل لجوء ملايين السوريين إلى خارج البلاد ويقضي القانون بسماح بإنشاء مناطق تنظيمية جديدة في جميع أنحاء سوريا ويدعو في مادته الثاني أصحاب الأملاك أو وكلائهم لتقديم الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم خلال ثلاثين يوما فقط أعلن لاحقا وزير خارجية النظام وليد المعلم تمديد المدة إلى عام كامل وفي حال عدم قيامهم بذلك لن يتم تعويضهم وستعود ملكية العقار إلى الدولة نظام الأسد لا يوفر جهدا للإدعاء بأنه يعمل لعودة اللاجئين السوريين إلى البلاد وحث الدول لإعادة إعمارها في حين أن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها تظهر عمليات هدم واسعة النطاق في حي القابهم بدماشق بعد انتهاء القتال هناك ترجمة نانسي قنقر